في عناصر كتير بتقوم عليها اي لعبة احنا بنلعبها ومجموعة من العناصر دي هي اللي بتخلق شكل او مظهر اللعبة زي شكل الكاراكترز والانفايرومنت واليو اي والانيميشنز والفيجوال فاكس وكمان الساوند كل دول بيمثلوا اجزاء الجيم ارت للعبة في اي حاجة نقدر نشوفها او نسمعها واحنا بنلعب الجيم هي تحت مسمى الجيم ارت انا رونانا جيب الجيم ارتست في الاي تاي والفيديو ده هو مقدمة لك عن البروفايلز والتخصصات في مجال الجيم ارت وعن المهام اللي بتبقى مطلوبة من الجيم ارتست بكل تخصصاته اثناء مرحلة تصميم الجيم لحد ما الجيم تخلص والصوفتويرز والتوز اللي بنشتغل بيها والمهارات المطلوبة تكون موجودة عند كل بروفايل فيهم او المهارات المطلوبة لاي حد حابب يبدأ في المجال العامة نبدأ بالدور العام للجيم ارتست وهو انه يحس من الاكسبرينس بتاعة الجيم عن طريق انه بيحافظ على ثلاث حاجات وهو بيعمل الشغل بتاعه هما الكلاريتي والساتيسفكشن والستايل الكلاريتي هي ان البلاير وهو بيلعب الجيم يبقى فاهم واضح له ايه اللي بيحصل حواليه في الجيم وهو بيلعب فمثلا لو فيه طريق المفروض يمشي فيه او يروح له يبقى شايف او فيه هنت بيعرفه هو المفروض يمشي منين او يروح فين وده بنحققه عن طريق اننا بنوظف الارت بتاعنا عشان يخدم على هدف اللي احنا عايزين مثلا زي اننا نلفت نظر البلاير للحاجة اللي المفروض يروح لها بالالوان او عن طريق اننا بنحط لهم ملفت للنظر بحيث انه هو يبص عليه ويروح نحيطه وممكن ننور الجزء ده اكتر من باقي الاجزاء اللي حواليه بحيث انه يلفت نظره اكتر وكمان مهم من البلاير يبقى واضح له التيم بتاعه هو فان وهو نفسه واقف فان في الجيم وهو بيلعب ومين الانيمي اللي المفروض يواجهه وطبعا الهيلس بار بتاعه لو هيخسر او هيموت بعد وقت معين لازم يبقى فاهم هو هيموت امتى والجيم بتاعته هتنتهي امتى تاني حاجة لساتيسفاكشن وهو اعطاء فيدباك واضح وسريع الاستجابة لأفعال البلاير زي مثلا اني احس بشعور كويس لما انجح او اجيب هاي سكور وده ممكن نعمله عن طريق الفيجول الفكس والساوند الفكس اللي بتعبر عن ده او اني انا نستخدم الفايروركس او اصوات التسقيف او اي افكس بتدي شعور للعب انه كسب او عمل انجاز كذلك لو البلاير خسر بنحاول نوضح له ده عن طريق الفيجولز او الساوند ومن الحاجات اللي بتخلي البلاير يكون ساتيسفايد وهو بيلعب هو الفيدباك اللي بيجيله اما يدوس على زرائر معينة زي مثلا ان الزرار بيحصل له فيبريشن او ان الزرار لونه بيتغير وده بيحسسه انه عمل حاجة وهو بيلعب الامثلة دي وغيرها طبعا على حسب نوع الجيم والاكشنز اللي بتحصل فيها بتخلي اللاعب انجاج ده اكتر في اللعبة وبتخليه ساتيسفايد اكتر وهو بيلعب تالت حاجة الستايل فكل جيم بيكون ليها ارت ستايل مختلف وممكن لكل نوع من انواع الارت ستايلز يوصل مشاعر مختلفة للبلاير فممكن يكون عندنا تو جيمز يبقى ليهم نفس الجيم بلاي بس مختلفين في الارت ستايل ومختلفين كمان في طريقة عرض الكاركترز والانفايرمنت والكالر مود بتاعهم مثال ممكن يبقى عندنا جيم للالوان فيها مبهجة وكالر فول اكتر والألمس اللي فيها وغدا شكل ستايلايزد في طريقة البنى وطريقة تناولها وجيم تانية تبقى الألوان والعناصر اللي فيها وقعية بشكل كبير وفي اللحظة دي بنفكر احنا محتاجين نوصل للعب انهي شعور وهو بيلعب شعور ان فيه حاجة خيالية والألوان مبهجة وعالم مختلف ولا انه في جيم وقعية جدا زي الحقيقة طيب ايه هي انواع الارت ستايلز في الجيمز الارت ستايل هو الطريقة الفنية او الشكل الفن اللي بيتعرض بيه الارت وورك مثال الفلات ستايل زي فلات كينج دوم جيم المونو كروماتيك ستايل زي لمبو وانسا بورنالايت والسيل شايدت زي بوردل لاند سري جيم والبلوجين الستايل الجيومتريك زي فيز الفوتو رياليستيك زي ديت رايد بيكم هيومن والبيكسل ستايل زي ديت سيلز وسيلست واخيرا الفوكسل زي ماينكرافت وتروف جيم واختيارنا للستايل بيبقى على حسب ايه الهدف والفكرة من الجيم بتاعتنا والجيم ارتست بيقوم بمهمات تاني زي انه بيشتغل على الكونسبت والكاركترز والانفايرمنت واليو اي واليو اكس بتاع الجيم وكمان تحريك العناصر دي فهتلاقي فيه شركات او جيم ستوديوز كبيرة او حتى زيارة فيها بروفايل الجيم ارتست اللي بيقوم بكل المهمات دي وفيه طبيعة العاب وطريقة شغل في شركات بتتطلب ان يكون فيه جوب بروفايل لكل تخصص لوحده فهنبدأ ان نتعرف على المهمات اللي على كل جوب بروفايل في تيم الجيم ارت البروفايل الجيم ارتست بيكون فيه كل المهمات دي واول جوب بروفايل هو الكونسبت ارتست المسؤول عن اللوك والستايل بتاع الجيم فهو اللي بيقوم باول مرحلة في البروسس بتاعت الارت بعد ما بيكون ينشايف الفكرة والهدف الخاص باللعبة اللي قام بوضعهم الجيم ديزاينر وبيبدأ يتخيل ويرسم تصميمات اولية او كونسبت سكتشز وفق اهداف اللعبة للانفيرومنت وشخصيات اللعبة والارت ستايل الخاص بالجيم والكيئ المنس بتاعت الفيجول ستايل ودي العناصر اللي بتحدده بتكون شكل الارت ستايل زي الخط واللون ونمط تكوين الاشكال والملمس والسكتشات والشغل اللي بيعمله بيبقى جايد لباقي التيم من بعده وبيفهمهم ويوضح لهم الجيم هتبقى عاملة زي فيجولي الكاركتر ارتست هو المسؤول عن تصميم وتنفيذ الشخصيات في اللعبة سواء في شكل 2D او تحويل الكاركتر كونسبت اللي حطه الكونسبت أرتست لسري دي موضل وشخصيات الجيم بتتضمن الهيروز والفالنز والزومبيز والروبوتز والانيميلز والكرياتشبز وبيتطلب من الجيم أرتست ان يكون دارس تشريح كويس للأجسام المختلفة عشان يقدر يعمل نحت ورسم صحيح لكل شخصية وبعد ما يخلص الموضل انجي بتاع الكاركتر بيضف لها الألوان والتكسر وهو الملمس لكل جزء زي ملمس اللبس والخشب والمعدن وده بيتم على حسب الستايل اللي شغالين بيه في الجيم الانفيرومنت أرتست هو اللي بيشتغل على اللوكيشنز والبيئة المحيطة اللي بيحصل فيها أحداث اللعبة زي الجبال والغبات والأبراج والكلاع والطرق والمباني والفضاء والانفيرومنت أرتست هو اللي بيحاول سكتشات الانفيرومنت اللي رسمها الكونسبت أورتست لل3D انفيرومنت أو بيصمم ويرسم الانفيرومنت في الـ 2D جيمز كمان بيديف التكترز للأسيتس الموجودة في الانفيرومنت ويديف الشايدنج واللايتنج بالشكل اللي بيتناسب مع الجيم والمود والأرتستايل بتاعها ومهم ان الانفيرومنت أورتست يحط في اعتباره الجيم بلاي جولز عشان يقدر يحدد ايه المهم اللي محتاج يستخدمه من أسيتس ويهي الأماكن أو الطرق اللي محتاج يزهرها ويديها أهمية أكتر الـ 2D والـ 3D animators الانيماترز هم الأشخاص اللي بياخدوا الـ Objects والكاركترز اللي الـ 2D والـ 3D أرتست عملوها ويديفوا لها روح وحياة عن طريق انهم بيحركوها ويديفوا لها الـ Personality والـ Emotions والواقعية للجيم وعشان الانيماتر يعمل ده بشكل ثالث ومتصدق فمحتاج ان يكون عارف الـ Personality والـ Background بتاعة الحاجة اللي بيشتغل عليها ويكون فاهم طبيعة حركتها في الجيم وفكة للـ Game Design والـ Game Playing وكمان يروعي قواعد الحركة والفيزياء عشان يطلعهم بشكل وقعي ومناسب للجيم التكنيكال أرتست التكنيكال أرتست هو حلقة الوصلة بين الجيم أرتست بمختلف تخصصاته والـ Programmers وهو اللي بيساعد في حل المشاكل اللي بتظهر بينهم أثناء الشغل وعشان يقدر يعمل ده لازم يكون عنده خبرة قوية بالمجالين للربط بينهم فمثلاً محتاجي بقى عنده أرت سكيلز زي مودلينج والبيكينج مابس والريتوبالوجي التكسيرينج الريجينج واليوفي أنرابيك ده بالإضافة للأرتستيك فيجين وبروغرامنج سكيلز زي بروغرامنج لاجيك ماسيماتيكس فيزيكس بروغرامنج لانجوجز زي بايسون وميل وبايسيكس OOB اللي هو الـ Object Oriented Programming وبالمهارات دي بيشتغلوا على الشايدرز والفي اف اكس ويتأكدوا من جودة الأرت أسيتس جوه الجيم انجن ويعملوا كاستم تولز للأرتستس ويعملوا كمان الريجينج المعقد للأنيماترز عشان كده بيفضل يبقى عندهم خبرة بسيطة بالأنيميشنز اليو آي واليو اكس ديزاينر هو الشخص اللي بيحرص على إن اللعبة تكون سهلة الاستخدام للبلاير ويكون شكلها كويس في نفس الوقت وبيخلي اللعبة واضحة وليها رد فعل على كل اكشن بيحصل في الجيم والدور الرئيسي له إنه البلاير يكون فاهم الفلو بتاع الجيم بدون لغبطة أو إحباط من شرح كتير صعب بالنسبة وبعد ما ذكرنا كل بروفايل مسؤول عن ايه محتاجين نأكد إن أي أرتست شغال في الجيمز محتاج إنه يروعي التكنيكا اللامتس بتاعة الجهاز أو البلاتفورم اللي هتطلع عليه اللعبة زي إن كان موبايل أو بي سي ويعمل اوبتومايزيشن للشغله على الأساس ده عشان يساعد إن اللعبة تبقى شغالة بشكل أسرع وسلس مثل اللو بولي وورك فلو اللي بنشتغل عليه في الـ 3D Games وكل مرحلة من شغل الجيم أرتست بيحتاج فيها برامج معينة ففي مرحلة الـ 2D Painting والـ Designing الـ Concept والكاركتر والـ Environment Artist بيستخدموا فوتوشوب أو الإلستريتر أو كريتا أو بينتول ساي أو أوتو ديسك سكيتش بوك وفي مرحلة المودلينج للـ Environment Assets والـ Characters بيستخدم الـ Character Artist والـ Environment Artist برامج زي ماية أو 3D Studio Max أو بلندر وزي بروش وأتو ديسك أو ماد بوكس وفي مرحلة تحريك العناصر بيستخدم الـ Animator الماية أو 3D Max في الـ 3D Animation وفي الـ 2D Animation بيستخدم Adobe Animate أو Adobe Character Animator وموهو وتوم بوم هارموني ودراجون بونز وسباين أما في مرحلة إضافة الملمس اللي هي التكشيرينج للـ Assets في الجيم بيستخدم الـ Character والـ Environment Artist برامج زي فوتوشوب، سابستنس ديزاينر، سابستنس بينتر أو 3D Code وبالنسبة للـ UV Unwrapping Software اللي بتخص برضو الـ Character والـ Environment Artist واللي بتستخدم قبل برامج التكشيرينج واللي دورها إنها بتعمل زي إفراد للعنصر الثلاثي الأبعاد عشان نقدر نضيف الملمس صحي لكل جزء واللي هي زي UV Layout أو Rizmo UV واللي ممكن بردو نستخدم لها برامج المادلينج زي Maya أو 3D Max أو Blender وبرامج الـ Retopology اللي أكتر ناس بيستخدموها هم الـ Character Artist واللي بتقوم بتحويل الـ High Resolution Models أو الـ High Poly Models إلى Low Poly Models أصغر علشان زي ما اتفقنا العناصر دي ما تخليش حجم اللعبة كبير على الأجهزة اللي إمكانياتها قليلة وRetopology Softwares زي 3D Code وتوبو جون وأخيراً الـ Game Engines زي Unreal و Unity 3D Engine اللي مهم إن الـ Game Artist يكون بيعرف يتعامل معهم بشكل عام وبالأخص الـ Technical Artist وبرضو الـ Technical Artist يكون عارف كذا برنامج من كل مجموعة من مجموعات البرامج دي لأنه زي ما اتفقنا هو حلقة الوصل ما بين الـ Game Artist والـ Game Programmer طيب إيه هي المهارات المطلوبة في أي شخص هيبقى في مجال الـ Game Art؟ أولاً الموهبة والشغف تجاه المجال من الحاجات اللي ممكن تساعد أو تقطع عشوط طويل عشان تبقى Game Artist ويفضل إن الـ Game Artist يكون خريك كليات فنية أو حاصل على شهادات في الفنون الجميلة أو رسوم المتحركة أو الفنون المرئية أو أي مجال زي تصله وده عشان يكون اكتاز مجموعة من الأساسيات أو الـ Art Fundamentals اللي محتاجين نتعلمها وإحنا دخلين المجال ده زي الرسم والتلوين ونظريات الألوان والمنظور الهندسي والـ Composition اللي هو التكوين وإزاي نقدر نعمل تكوين بصري ناجح والـ Illustrations اللي هي الرسوم التوضحية واللي نقدر نتعلمهم من مواقع زي Pluralsight و Control Paint Modern Day Jam's Channel و كتاب Color and Light والـ Anatomy اللي هو التشريح واللي هلقي فيه كتب تعليمية لي زي Figure Drawing Design and Invention و Anatomy for Sculptors و Drawing Dynamic Hands وفنانين ليهم مواقع تقدر تتابعهم وبتشرح الجزء ده زي Proko Modern Day Jam's Channel و Vlbo Academy وكمان مهم إن الـ Game Artist يكون عنده Cinematic Eye وهي القدرة على خلق وتصميم مود كويس يتناسب مع فكرة الجيم والقدرة على عمل Visualization للأفكار وتحولها التصميمات ومطلوب إن الجيم أورتست يبقى عنده خلفية عن مجال الجيمز عمتك زي إنه يبقى فاهم أنواع الجيمز أو الجيم جونرز وأساسيات بناء الألعاب طبعاً بجانب المهارات والأساسيات الفنية دي كلها لازم يكون قادر على استخدام مجموعة البرامنج اللي اتكلمنا عنها والPersonal Skills مهمة جداً للجيم أورتست فمحتاج يبقى عنده قدرة على تقبل النقد وإنه يشتغل على التعديلات بناءً على الفيدباك اللي بيجيه ويبقى عنده جود كوميونيكيشن وتيموركينج سكيلز عشان يبقى قادر إنه يتواصل بشكل فعال مع باقي التيم ميمبرز والديفاليبرز فيما يتعلق بالجيم كمان المهارات التنظيمية والتايم مانجمنت عشان يقدر يميت الديدلاينز اللي عنده ويسلم التاسكس في معايده ومطلوب من الجيم أورتست إنه يكون بيعمل سورشنج دايماً على النيو تكنولوجيز والأوبايتس اللي نزلت سواء على التولز والسوفتويرز اللي بنستخدمها أو على الطرق الجديدة في الوركفلو أو البايبلاين بتاع الشغل ويبقى عنده القدرة على المساعدة في حل المشكلات سواء كانت كرياتيف أو تكنيكال إيشس وعشان تبقى متابع آخر التطورات اللي بتحصل في الاندستري محتاج تبقى متابع شركات جيمز زي بليزرد، رايد جيمز، يوبيسوفت، إيبك جيمز، إلكترونيك أرتس، ونينتندو والمنصات اللي بيتعرض عليها شغل الجيم أرت زي أرتستيشن وبيهانس وديفينت أرت وكل المصادر اللي تكلمنا عنها هتلاقيها متجمعة في ملف مع الفيديو وهيكون فيه فيديوهات تانية أكتر تفصيلاً تقدر تتفرج عليها وعن كل جوب بروفايل من اللي ذكرناهم وهنشرح أكتر فيها طريقة شغلهم والمراحل اللي بيمروا بيها